وفقا لما نقله موقع الفرنسي عن مؤسسة اينوفيف المتخصصة في شؤون صناعة السيارات فان رونو التي توقفت بشكل نهائي عن تصنيع السيارات في روسيا تواجه صعوبات على مستوى مصنعها بالجزائر ايضا ومن المتوقع ان تتخلى رونو عن مصنعها الكائن بولاية وهران بسبب عدم تحقيق اي من اهدافه منذ انشائه في سنة 2014 واشارت الشركة الى ان رونو كانت قد سطرت هدفا لتصنيع 75 الف مركبة في السنة بمصنعها في وهران لكن اقصى ما وصلت الى تصنيعه لم يتجاوز 72 الف سيارة في سنة 2018 قبل ان تتقهق الواتيرة التصنيع الى 754 مركبة فقط في عام 2020 وحتى بعد استئناف نشاط المصنع في سنة 2021 لم يتجاوز عدد سيارات رونو التي خرجت من وهران 5200 سيارة وهو ما يجعل من الاحتفاظ بالمصنع مستبعدا حسب المصدر للتوضيح اينوفيف هي شركة خدمات عالمية متخصصة في شؤون صناعة السيارات حيث تقوم بتوفير بيانات وتحليلات وخدمات متنوعة للفاعلين في القطاع وانت كمواطن جزائري واش هو رأيك يليق المصنع يتبلع او الدولة تدير سياسة جديدة مع شركة رونو وتخلي المصنع مفتوح شاركونا رأيكم في خانة التعليقات سلام